حتى في بلد كالعراق وفي ظروفه الحالية التي جعلته يحتل المراتب العليا في الفساد وهدر المال العام والمحاصصة وغيرها من المؤشرات السلبية الموثقة عالميا إلا أن هناك من لا يزال يعمل بكل جهده ووقته من أجل العراق والعراقيين وكل همه الارتقاء بواقع عمله والوفاء بما قطع من عهد لله أولا وللعراقيين ثانيا حتى أصبح مثالا نيرا وقدوة حسنة قلما وجد له مثيل أو نظير في زمن تداخلت فيه القيم واختلطت فيه المفاهيم وتماهت فيه الصور إنه وزير الصحة العراقي الدكتور جعفر صادق علاوي الرجل الذي أحدث نقلات إيجابية نوعية على أداء ونهج وزارة الصحة منذ الدقيقة الأولى لتسنمه زمام إدارتها ولأنه جعل العراق أرضا وشعبا أولا وقبل كل شيء استحق وعن جداره أن يشكر وأن يشار إلى جهوده الجبارة وبالعودة السريعة لتتبع الخطوات الواثقة له خلال فترة عمرها لا يتجاوز بضعة أشهر سيجد المتتبع أن وزير الصحة جعفر صادق علاوي قام بإجراءات حقيقية ملموسة وإصلاحات تستحق الإشادة إذ بادر فور تسنمه مهامه بعد خلفه المستقيل إلى التصدي بحزم وثقة لغيلان الفساد وتقليم مخالبهم ولجم أفواههم فعمد إلى إقرار خطط إصلاحية هدفها لارتقاء بالواقع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الصحية وفق استحقاق الشعب العراقي العظيم متجاوزا كل الضغوطات التي مورست عليه من قبل العابثين بمقدرات العراقيين بخطا واثقة وجهود حثيثة وإصرار تام وعزيمة لا تنكسر وما القرارات الجريئة التي اتخذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمتمثلة بإغلاق الحدود مع إيران ومنع دخول الإيرانيين والوافدين من الدول الموبوءة بكورونا وترأسه خلية الأزمة المخصصة لمواجهة كوفيد 19 القاتل فضلا عن طرحه ودعمه الهيئة العليا للتخطيط الاستراتيجي ودفاعه المستميت تحت قبة البرلمان العراقي عن برنامج تغذية الطفل وتبنيه مشروع تصنيع سيارات الإسعاف بأياد عراقية خالصة ضمن خط الإنتاج المزمع مباشرته في شهر نيسان المقبل كل هذه البصمات المشرقة والمشرفة بإبهام وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي ما هي إلا مثال حي على أنه الرجل المناسب في المكان المناسب